هايدي وصفة شرحات استيك بس انا بقدمها لبنتي نص استوى هي هيك بتحبها انا بالنسبة لالي بحب عملها استوى كامل بس هايدي الجيل الواحد الام بتطبخ على زوء اولادة دايما عملتها مع صلصة الكرامة بالفطر كتير طيبة بتقدموها مع هايدي للوصفة وعملت لها كمان البطاطا المهروسة مع الزبدي والحليب وقدمت لها ياها مع شرحات الاستيك شوحت لها الجزر المسلوق بالزبدي وقدمتها مع التوم والروزماري اللي عملناها ومعاها الكاتشاب وفي معاهم على جنب اصابع البطاطا المشوية شويت اللي اياها بالفرن وهيدي خضرة شوحناها كمان بالزبدي والابهارات وطفيتها بعصرة الليمون هايدي الصلطة المفضلة لبنتي الجرجير مع الرمان والشمندر وصلطة الخاس مع الدرة بصلصة الماسترد وهون كمان البطاطا المهروسة انا شاركتكن طريقتها بالوصفة مع الاستيك بحب حمرها لما اسكبها بالفرن والاسكلوب بالمقلي اللي هو باللحم العجل واصابع البطاطا اول شي شرحات اللحم عندي هون شرحات اللحم عجل بتكون سميكي بطلبها من اللحم تكون سمكة بهيدي الطريقة وما برقق لاياها ولا الشي هي بتحبها هيك برش عليها هلأ بهارات استيك بس من الميلتين من مجموعة بهاراتي فيكنوا تحطوا فلفل اسود فيكنوا تحطوا اي نوع بهارات انتوا بتحبوها انا بهرتها بالبهارات الاستيك من الميلتين وما حطيت لها الملح وشوية زيت زيتون اصباني كمان على الميلتين بهيد الطريقة او فيكنوا تخلوها بهيدي التتبيلي شي نص ساعة بالبهارات والزيت وتبدأوا تجهزوا لطبخ شرحات الاستيك السميكة عندي هون زبدة وزيت زيتون اصباني بحب كتير استخدموا بالطبخ بتحمل حرارة وما بيتغير طعمه حطينا زيت الزيتون مع الزبدة وهلأ منشوح الزبدة عنا منخليها لحتة الدوب بالمقلاية مع زيت الزيتون بس دابت الزبدة وتغير لونها وصار فيها هايدي نكهة اللون البنة ودابت اتبخرت السوائل منها منحط عليها منقول احنا اضحنا الزبدة يعني بخرنا السوائل منها حطيت شفتوا لون الزبدة كيف صار بميلة البنة هيك بيعطي طعم قطيب حطينا شرحات الاستيك حطيت حبتين توم ومقطعين شرايح بالنص مع غصن من الرز ماري طبعا اذا عنكن زعترتين حطوا معها زعترتين بيعطيها طعم كتير طيب وكل ما تاخد تشويحها حبت الاستيك من هايدي الميلة بنقلبها على الميلة التانية بنشوحهم من كل الميلات شايفين كيف وعلى الاطراف والنار ما خليتها عالية عشان يستوبوا براحتهم وهلا بس استوت عندي شرحات الاستيك بشيلها بحطها بورق زبدة وبغطيها وبتركها ترتاح عندي علشان لما تتقطع تكون محتفظة بالعصارة شلناهن خلص هيك انا عندي نص استوى طبعا طريقة الاستوى على زاوكم طبعا اذا بتكون ياها استوى كامل بتغطوها بتخففوا النار تحتها لتستوي عنها كتير كويس انا ما غطيتها وخليتها تستوي عندي على الاطراف ومن كل الميلات وشلناها حطيناها بورق زبدة مع التوم والروزماري وغطيتها بورق ألمنيوم وبخليها على جنب شي نص ساعة لتظل ترتاح عنها وتظل تحتفظ بالعصارة وهيك طريقتها بتكون نص استوى حطيت هلا كوبة من الماء بالمقلاية ومن نغليهن شوي حطيت عجنب زبدة وزيت زيتون وبصف بس الدوب الزبدة مع زيت الزيتون هلا حطيت توم معلقة صغيرة توم مهروس ومن قلبه مع الزبدة وزيت الزيتون منخليهن ياخدوا هيك تشويحها ولا يطلعوا طعمهم بالزبدة والزيت ضفت عليهم الفطر المقطع عندي بكات من الفطر الأبيض ما منغسله دايما مننطفه بفوطة رضبة شوي وقطعتهم وضفتهم على الزبدة والتوم وزيت الزيتون رشيت عليهم فلفل أسود ومنشوحهم كتير كويس ياخدوا هايدي التحميرة الحلوية وهلأ كمان ضفت عليهم رشة قرفة ورشة ملح ورشة فلفل أسود حلو ومنقلبهم كلهم سوا وعلى جنب جهزت مقلاية تانية حطيت فيها معلقة ونصف أكل طحين ومنقلب الطحين لحتى يتغير لونه عننا ويصير لونه بني رح يعطينا طعم ورح يعطي لون كتير حلو للسلسة بتضلكون تقلبوا لطحين بدون إضافة أي زيت أو أي زبدة ليتغير لونه أنا بحب أعمل هايدي الخطوة على جنب قالبتون شايفين كيف صار لون لطحين عنا بني أو مش قر على غامق شوي هلأ باخد لطحين وبنخله عشان ما يكون فيه أي كتل وبصفيه كتير كويس بالمصفاية لأنتأكد إنه عنا لطحين كتير ناعم وأخذ هيدا اللون الحلو عندي هون الفطر بعد ما شوحته دبل عندي وصل للدرجة المطلوبة وخلوا النار تكون تحته وسط عشان ما يطلع مي بسرعة يتشوح عنه وتتبخر السوائل منه ضفت عليه لطحين يلي أنا حمصتهم شوي على جنب ونخلتهم ومنقلبهم مع الفطر بهيد الطريقة لأنتأكد إنه لطحين غطى كل حبات الفطر هلأ رح ضيف عليهم كوب من الكرامة الطبخ أي نوع معتمد عنكم ومنقلب الفطر مع الطحين ومع الكرامة كتير كويس لأنتأكد إنه ما فيه أي كتل والماء اللي أنا حطيتها بالمقلية اللي علينا فيها الستيك مع التوم والروزماري صفيتهم عشان ما يكون فيها هيد القطع السوداء تعطي لون مو حلو وخلص عندي الصلصة صارت جاهزة أنا ملحتها وبهرتها وهلأ بتخلوها تغلي ما تتقلوها كتير لأنا بس تبرد رح تتقل فحصلت على هيدا اللون الحلو والطعم اللي كتير مميز أخدنا نكهة اللحم هلأ عندي أنا شرحات الستيك بعد شي نص ساعة طلعت ميتهم شايفين وبرجعوا بكرروا بقول إنه هيدي طريقته نص استوى رح ضيف عصارة الستيك المي اللي نزلت منهم على الصلصة ومنقلبهم شوية منغليهم غلوتين وبطفي تحتها أخدنا كل عصارة اللحم اللي نزلت ضفتها على الصلصة وصارت عندي جاهزة وبسكبها هلأ بيجاط التقديم أو بصحن التقديم هلأ بس تبرد رح تتماسك أكتر فما تتقلوها أكتر من هيك وقدمتها مع شرحات الستيك لبنتي هي بتحبوا نكونوا بهيدا الطريقة فيكون أنتوا زي ما قالت لكم إذا بتكون ياهن استوى كامل دقوهن شوي وحطولهن شوية خل بالمقلاي وتركوهن يستوى على نار هادية البطاطا حطيت بطاطا مسلوقة رشة فلفل أسود رشة قرفة ملح عليها كوب كريم الطبخ عليها ربع قالب زبدة وبس يغلوا بطحنن بهيد المطحن مع رشة فلفل أسود حلو طبعا والملح لازم تدوء الملح فيها وبخليها على النار بس طحنتها وصارت هيك شوفوا كيف ملمسة كتير ناعم بغليها لا تشتد عندي وتتقل وبسكبها بصحن التقديم بجمب الستيك إذا بدها تغمسها بصلصة البطاطا شايفين بس تقلت ما أحلى لونة وفي كلوا تحمروها بالفرن طبعا ما تتركوها كتير على جنب إذا تركتوها كتير على جنب حطوا علي قطعة زبدة من فوق فما بتعمل هيدي القشرة وأخذت من هيدي البطاطا حطيتها تحت الشوائق من دقيقة أخذت هيدي التحميرة الحلوة بالصحن وقدمتها شوفوا شرحات الستيك نصف استواء اللحم من بره دايب دوب من جوه محافظ على عصارته وما أخذ هيدا نصف الاستواء فطريقة الاستواء بترجع لزاقكم أنتو وعلينا وعليكم بالعافية موسيقى